يقول أحد الشباب وهو يعمل في أحد المطاعم ويقوم بتوصيل طلبات الزبائن إلى منازلهم منذ شهر بالتمام وأنا أعاني من ركود في العمل فلم أقم خلال هذا الشهر إلا عشر مرات فقط وهي لتكفي مصروف ثلاثة أيام ولم أسدد في هذا الشهر قسطاً ألتزم به وظللت أستغفر الله لأني أعلم أن التقرب إلى الله بالاستغفار يصنع المستحيل ومع بداية الشهر الجديد وصلت إلى المطعم الذي أعمل به صباحاً فطلب مني المسؤول أن أذهب إلى عنوان بعيد بعض الشيء فاستبشرت خيراً وذهبت للعنوان ولكني وعن طريق الخطأ ذهبت إلى عنوان آخر وعندما قرعت الباب وجدت طفلين يفتحان الباب لي ولم يصدق نفسيهما عندما شاهد معي طلب البيتزا وأخذ يقفزان من الفرحة وتعالت أصواتهما وهما يقولان بابا أرسل لنا البيتزا بابا يحبنا ثم خرجت الأم وعليها علامات الحزن والانكسار وسألتني من الذي أرسل هذا الطلب إلينا فقلت لها على اسم الطالب ورقم الشقة فبكت وقالت ظننت أن طليقي قد عاد إلى عقله وتذكر طفليه وشعر بأنهم لم يأكل طوال الليل فتأثرت من كلامها وتركت لها الطعام وتحملت ثمنه بل وأعطيت للطفلين عشرون جنيها هي كل ما أمتلك وأخبرتهما أن والدهما أرسلها لهما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ثم احتضنتهما وسلمت عليهما وخرجت ثم عدت إلى عملي فوجدت في هذا اليوم ينتظرني أكثر من طلب لأقوم بتوصيله حيث أن صديقي قد تغيب لظرف طارئ له وفي هذا اليوم حصلت على إكراميات من الطالبين تقدر بعشر مرات لثمن البيتزا التي تركتها للطفلين ولما وجدت تعويض الله بهذا الكرم العظيم جعلت أنفق كل ما بوسعي وأقدم الطعام لليتام والأرامل وأطرق بابهم وفي كل مرة يزيدني الله أضعاف أضعاف ما أنفقت حتى أصبح لي مطعم خاص وتجارة رابحة عند الله تعالى ويسر الله لي وفتح لي أبواب رزق واسعة وأصبح الخير لا ينقطع عني أبدا لقد علمني هذا الموقف كيف أن الإنفاق في سبيل الله بدل مجرى حياتي من فقير محتاج إلى غني ميسور فبالفعل جزاء الإحسان دائما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قصة فتاة من أسرة طيبة معروفة بأخلاقها وبالدها كذلك تقدم لخطبة هذا الفتاة شاب مستقيم صالح ولكن الأمور في هذه الأسرة ليست بيد الوالد ولا بيد الفتاة ولا بيد أحد من إخوتها بل الأمر فيها إلى الوالدة التي تمدنت وتحضرت وتأثرت كثيرا بالقيم الغربية عقد العقد الشرعي بعد جهود جبارة لمعرفته بأصالة البنت وبعدها بدأ بتأثيث الشقة وكلفته كثيرا نظرا لتدخل الأم في اختيار كل صغيرة وكبيرة وذلك كان يغضبه ولكنه كان يتغاضى ويصبر كثيرا من أجل هذه الفتاة وبعد التأثيث اتفق على موعد السفاف وكانت الطامة عندها لأنه حصل خلاف كبير بين الزوج وبين والدة الفتاة في اختيار القصر الذي ستقام فيه الوليمة وطبع بطاقات الدعوة والمغنية فرفض المغنية رفضا تاما لعلمه بحرمتها وكذلك رفض الاختلاط بين الرجال والنساء لمعرفته بما يحدث من آثام أقلها النظرات المحرمة ويصر الزوج الملتزم على عدم المخالفة الشرعية وبسبب تكبر أم الزوجة ورمي زوج ابنتها بالفقر والتخلف وعدم التحضر والعصرية يفشل الزواج فلم يكن أمام الزوج من حل سوى الانفصال عن تلك الفتاة ثم تقدم إلى أسرة أخرى واستخار الله تعالى فسألوا عنه فوجدوه إنسانا صالحا وسرعان ما وافقوا عليه وتزوج ورزقه الله الذرية الصالحة وبقيت الفتاة الأولى في بيت أبيها عانسا ووصل سنها إلى الرابعة والثلاثين لا يقربها الخطاب لكبر سنها أولا ولطلاقها ثانيا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام شاب من أسرة فقيرة يمتاز بأخلاق عالية قام عمه قبل أن يغادر البلاد إلى أوروبا بتربيته بعد وفاة والديه ولم يتركه إلا بعد تخرجه من كلية الهندسة واستطاع الشاب بذكائه القيام بتصميم حاسب آلي حديث يعمل بكفاءة عالية تفوق كل الأجهزة ولكنه حازن كثيرا عندما لم يهتم أحد في بلاده باختراعه وحتى يجد من ينفق على اختراعه ويصل لحيز التنفيذ اقترح عليه أحد أصدقائه بالتقدم لخطبة زميلة من أسرة ثرية كانت معهما في الجامعة أكانت دائما تحاول التقرب منه بينما كان لا يبادلها الإعجاب لعدم التزامها دينيا ففكر الشاب كثيرا ثم قرر التقدم لخطبة هذه الزميلة وأن يساعدها حتى تصبح ملتزمة ولا تهتم سوى بطاعة الله ذهب الشاب إلى أسرة الفتاة وأخبرهم بسبب مجيئه ففوجئ باستهزاء الفتاة به وبملابسه وعايرته بفقره وقالت له عندما يتم تعيينك فإن راتبك الذي ستحصل عليه لن يعادل مصروف اليومي كيف لك أن تفكر في الارتباط به نصيحة مني أعثر على فتاة فقيرة من مستواك ترتبط بها نزل رد الفتاة المغرورة على الشاب كالصائقة ولكنه تماسك وذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله عز وجل فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير وبعد مغادرة البيت هداه الله أن يرسل إلى عمه تصميم الحاسب الذي قام به وقرر السعي والعمل لكي يصبح ناجحا تتقبله أي فتاة وبعد خمس سنوات وبينما كانت تسير الفتاة الثرية في مركز للتسوق تعثرت في طريقها بذلك الشاب وانتبه الفضول لمعرفة كيف حاله كما أنها أرادت أن تريه الثراء الذي تعيش به فاستوقفته قائلة يا هذا كيف حالك فنظر إليها بابتسامة باهتة ولم يرد فأكملت حديثها قائلة لقد تزوجت من رجل ذكي وناجح أتعرف كم راتب زوجي إنه يحصل شهريا على ثلاثة آلاف دولار وأنت على كم تحصل وجد الشاب أنها مزالت كما هي لم تتغير وبينما هما واقفان جاء زوجها وفجأ برؤية الشاب معها ثم قال سيدي أنت هنا وأدار زوج وجهه للفتاة قائلا أتعرفين يا زوجتي من هذا إنه رئيس في العمل يملك شركة رأس مالها ملايين الدولارات شعرت الفتاة بالصدمة ولم تستطع قول أي كلمة ثم فوجئت بالشاب يشير لعمه وابنته الجميلة المحجبة وابنها الصغير ثم قال للفتاة هذا عمي الذي كان ليك أبي تماما وهذه ابنته زوجتي وأم ابني والتي بفضل دعائها لي أصبحت كما ترين الأشياء تتغير والفقير لا يظل فقير إن سعى وتوكل على الله وأحسن الظن به وأخر نصيحة أنصحك بها هي ترك التعالي والكبر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر